من كرة القدم إلى كرة اليد طبعا نقدر نروح بقى لكرة اليد سيدات النادي الأهل الحقيقة قدر أنه يفوز أمس على نظيره نزيكو الكاميروني بنتيجة 33-31 في تاني مواجهات البطولة الأفريقية الأندية اللي بتصدفها الكونغو برازافيل قرب طبعا النتيجة يدل على حماس المباراة وجديتها الكبيرة يمكن بعدنا شوية عن الاسكور قدرنا أن نحن نرجع تاني يعني طبعا بالقيادة المميزة جدا حقيقة لكابتن محمد عدل زولة للمدير الفني لسيدات كرة اليد طفرة مميزة جدا في التدريب وفي الأداء بنتمنى إن شاء الله كل التوفيق اليوم يمكن دي تاني مباراة ليهم قدروا أن هم يفوزوا على المباراة الأولى على فريق جرين دي السيل الكونغولي بنتيجة 25-16 والنهاردة هي المباراة الأصعب بقى للسيدات لأنه نهاردة يمكن هيلعبوا بريميرو دي أجوستو طبعا الأنجولي يمكن ده واحد من أهم الفرق طبعا والمنافس الرئيسي وعلى طول بياخد البطولة لكن إن شاء الله بإذن الله بقيمة النادي الأهلي وبالروح المعتادة وبالأمور اللي احنا عارفينها عن كل النادي الأهلي في كل المباراة إن شاء الله بإذن الله نقدر التخطى هذه المباراة القوية والهمة جدا أيضا كمان في المباراة حصلت في فالدة طبعا ده سيلفا لعبة يد للنادي الأهلي على جائزة أفضل لعبة في المباراة مجود كبير بيبزل من سيدات كرة اليد من نادي الأهلي ينقصنا إن شاء الله التوفيق النهاردة في هذه المباراة ويا ربنا هواد إن شاء الله بإذن الله يكون يوم سعيد لكرة اليد من نادي الأهلي بس خلينا برس نقول حاجة وعتقد أنت حتتفق معايا فيها إحنا خارجين من موسم أكثر من رائع سواء على مستوى كرة القدم أو على مستوى الألعاب الأخرى وألعاب الصلاة فده بيبقى تحدي أكبر ده بيبقى تشالنج أكبر إن الجماهير بتبقى منتظر منك ومش بس الجماهير كمان الفرق المنافسة عنيها عليك عايزة تشوف أنت نفس الأداء داخل بالموسم الجديد هتحافظ على نفس المستوى ولا هتقل ولا كمان ممكن تحقق أفضل واللعيبة نفسهم بيبقى كلهم نفسهم يحافظوا على الأقل على المستوى يحققوا أكثر لكن فكرة إن أنا أخش الطولة ومستوى ينزل أو إن أنا أخسر بطولات عن اللي أنا حققتها طبعا ده غير مقبول تماما وأكيد كل الأبطال بتوعنا عارفين هذا الكلام فعشان كده هو موسم صعب على كل الرياضات خلييني أقول في النادي الأهلي تحديدا